وبطبيعة الحال المعالجة بتاع المسائل الهامة والتدفع لدى المصالح المحلية والجهوية والمركزية تدفع نحو إيجاد حلول الإشكاليات المطروحة في البلاد وكذلك طرح أفكار ومبادرات في كل المجالات الاجتماع الانطرر اليوم الهدف منه هو التدارس بتاع المشاكل البيئية اللي تعيشهم مدينة صيادة وإقتراح حلول معناها بطريقة شاركية مع المواطنين المواطنين هما يقترحوا حلول للمشاكل هذية اللي قاعدين هيشوفها المشاكل هذية مباعد باش تصير برورتها وتتحط في جدول الأعمال متاع الجلسة المقررة باش نعقدها مع أسان الوالي في لايام قليل القادمة نحب نشكركم مرة أخرى على الحضور متاعكم ونعدي باش نعطيه اللوضو ديجور باش الناس تبدأ تفهمها معناكي باش تصير برورتها دونك احنا عنا البرزنتاتيون دوح جي أخوضها عن شارج سلنا السويسي بشي أخيه على الحركات اللي قاب بها المشترا المدني في ولاية المستير من 2006 حداش 2017 ونبعد باش نصير معناه نفتح بباب الحوار مع الموضنيين كل مواغنة عنده الحق في دو منوت يأخو فيهم الكلمة ويقول المشاكل اللي حاب يقولهم وبعدالي احنا عمخونوت ونعلوا بعدالي كم نقولوا سجل اسم بس احنا معناه يملول باش الناس تبدأ منظمة الحكاية كل واحد حاب بيا قدم تدخر متاعه يقدم رسم متاعه ونقيدوه ويأخو الكلمة بالترتيب بيه نقدم نعدي كلمة بسام السويسي باش يبدأنا في الفرزنتاتيون ومرحبا بكم مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح مستديد جست حابينا بداوه بيه تقديم ليه عنها الحركة اللي اتعادين اتقوموا بها احنا توقفي صيادة راهة ماش وليدت اللحظة ومش توقلية ولاد الناس تخدم الخدمة بدأت رهي من عام 2006 وعام 2006 كانت أول حركة احتجاجية في قصيدة المديوني وكما تعرفوا عام 2006 ما كانتش الأمور تمشي كما تعرف ما كانش من الممكن باش نعملوا اجتماع من نوع هدايا وما كانش من الممكن باش نحكيه في مواضيع كما هاك كانت الأمور معناها تعمل لكن يزمهم مجهود أكثر من هاك يقول ديكتاتورية برا دوك الهناي في قصيدة أول احتجاج ضد اللوناس وضد المشاكل بتاع اللوناس كان اللوناس تعمل في صيادة وقصيدة المديوني الى آخره من سنة 1992 تقريب تخدم فيه وكان هدايا مجعول باش يعمل صيادة لمطب وحجارة فقط ألف وستانية وستين متر كيب معناها متر مكعب في اليوم اليوم نقاوه يوصل إلى ثمانية الاف متر كيب كان مجعول صيادة نحطة بحجارة وانا صيادة نحطة بحجارة سيبا بنان ترجمة نانسي قنقر